مرحبا والله يسعد كل اوقاتكم كل خير اليوم سنشوف مع بعض طريقة كتير حلوة لعمل الكيك الخاص بسويس رول طبعا هاي الطريقة اشتغلتها مخصوص مخصوص لاختي نورة الله يسعدها يا رب تعمل سويس رول كتير طيب فهيك حبيت اعملها شي جديد لحتى تغير عن المعتاد طبعا السويس رول اللي رح نستخدمه اليوم معروف باسم الكوايي سويس رول كيك هو ياباني او ديكو جابوني سويس رول كيك اللي حلو في ان يجينا في رسمات على السويس رول نفسها في ناس ما تعرف اذا هي الطباعة ولا رسم ولا استنسل وانم هي تكون معمولة من خليط الكيك نفسه مثل ما انتو شايفين انا هنا عندي جهاز الرسمة كل اللي عملته اني اخدت ورقة الطبخ قصيته بنفس الصينية الي رح يخبز فال سويس رول ثم حطيت نفس الورق على شاتيت الكمبيوتر رسمت علي هذه الرسمة حق القلب طبعا تقدروا تعملوا اي رسمة انتو حابين ثم اجيبت المسطرة وعملت خطوط طول وعرض طبعا الرسم انتو حرين زي ما تحبوه المهم انو انا بعد ما عملت هذه الرسمة انا لانو رسمت على هذه الناحية لما جي حطها على قلب الكيك لازم احط الكيك على الظهر يعني ما احط الكيك على الناحية الي في الحبر اوكي ممكن هذه الطريقة او اننا نطبع الباترون بورق الطباعة ثم نحط الورق اللي فيه الفاترون هنا ونحط عليه البرشمينت بيبر وبعد ما ننقل الديزاين نسحب الورق من تحت تبعوا الطريقة اللي انتو تحبوه اليابانيين اللي هم الجابونيين تفقلهم وصفة خاصة بعمل سويسرول الكوايي بس ممكن نستخدم حيلا وصفة سويسرول عندنا او ببساطة سبوش كيك هذا انا سبقوا جهازته المهم اننا ما نحط فيها ابدا لا خميرة ولا دقيقة ذاتي تخمير رح تلقون نفس الطريقة اللي عملت بهذا الاسفنج كيك عندي بالفيديوهات وهي طريقة تعمل كيك الاسفنجي بس لا تحطوا دقيقة ذاتي تخمير حطوا الكمية كلها دقيقة عادية رح نحتاج مع هذه الاشياء الوان طبعا الوان اللي يحدد الوان الرسمة اللي رح نختارها فانتو رح تشوفوا الوان اللي رح استخدمها رح نحتاج ايضا الى الصحون اللي رح نمزج فيها الالوان واقمع البلاستيك انا لحتى اشهل عليكم الموضوع رح اشتغل بهذا البلاستيك العادي المهم انه ما يكون عنده هذه الزيادة تحت زي كده الان كلها رح اعملوا جهاز الالوان ناخد كده شوي من الخليط طبعا نخلط اللون على حسب الكمية اللي نحتاج انا عند البينك رح اضطلوا شوي زيادة هون البينك بيكون زيت شوي يون لو هذا رح اتفيل اسفل سوري هذا بحط فيه الاسود وهذا بحط فيه بس شوي اسفل رح يحتاجه اوكي هلا رح جهز هذي الالوان كله نعمله متما بنعمل مع اي كيك بنجيب الالوان زي كده بنحطها ما بغى اللون مرة غامق فانتبه اوكي اضطلوا شوي زيادة اوكي اضطلوا شوي زيادة انا رح اجهز كل الالوان بهذه الطريقة واحطها بالبلاستيك ثم نرجع لحتى نشوفها جهز الالوان نسكوبها في الاطمع بهذا الشكل تجيب ان يحدث اضطلوا لون البنك نعملت اللون البنك خليل دوباني انتبه اذا احتاجت ارجع اخلط غيره خلاص هذا بنسكره ونخليها عندنا بهذا الشكل اللي حلو بادي لكيس انها تتسكر من هنا فتطلع معنا بهذا الشكل لحتى يمال لكم اي جلسة اعمل حطيت ورقة بيضة تحت الباشمونت بيبر لكن انا لم اضطر احطها لحتى تشوفوا ماذا سنفعل بالضبط لان الصينية عندي لونها غامر فحرام محتمال ما يبين عندكم اول شي نأخذ هذا الكيس ونفتحه فتحة صغيرة ننتبه اننا لا نكبر الفتحة كثير نتأكد اننا هنا نخلع نكبر الهواء كلا نشتغل مثل شغل الايسين سنحدد هذا الدبدوب لان اصور من الفولد احتمال ايدي تغطي على الهواء سنحدد هذا الدبدوب كله الموضوع جدا سهل شكرا المترجمات لها اشتركوا في القناة كلما اشتغلنا و ايدينا مرفوعة كلما ترمعان الخط محدد احسن نحن ممكن نجيل هذه القلوب مثلا حتى ينحددها بالاسود يعني ينونه زي ما تحبه سوف تنزل سخنة سوف اضع هذا الفرن لمدة 30 ثانية فقط ثم انظروا طبعا بعد ان انظروا من الفرن نتبه لان الصينية ستكون سخنة سوف اضع المون الاسفر نضيف ملحظة سوف اضع المون الاسفر سوف اضع المون الانف اضع المون الاسفر الآن نقوم بالفينك سوف 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 أخذ الكاك هذا الهدف هو أن أفرجيكم الكاك الآن نعب القلوب تليفون البيت سوف أقوم بعمل هذه الخطوط سوف أقوم بعمل خطوط ليس اشترك لاحقية الشعاطرة مرة سوف يقوم بعمل صوتك سوف تزيير كملت قد تقوم بعمل الخطوط سوف أقوم بعمل بطي الوش لكن لا نقوم بعمل خشب على الملامح راح لا نقوم بعمل الضغط العيون ذاكا هنا لا مشكلة ننسى الشيء سوف أقوم بعمل هنا نضيف الفرن لمدة دقيقة نضيف الفرن الآن سوف نسكب عليها باقي الكيك هذا الشكل أول مرة أستخدم هذا القالو من السيليكون لا أعرف إذا المزيج يكفيني أو لا إن شاء الله يكفي نضيف الكيك لون أزرق أحبت لون أزرق غير ولكن استخدمت هذه الألوان لقد حرمت أخر مرة لأن الأزرق كأنه وسخ لا يوجد لون أزرق أزرق سوف نضيف كل الكيكة بهذا الشكل وضيف الفرن لمدة 16 دقيقة حتى تستوي معي الكيكة تماما ثم نرجع نشوفها إن شاء الله هذا هو السويسرول بعد ما أجهز معي نأخذ كده ورق السبخ ثم نقلبه على كاونتر ثم نضيف الكيكة ثم نضيف الكيكة حسنا هذا هو الشكل كيف يطلع معنا كما ترى طريقة جدا حلوة وسهلة نبدأ السويسرول ننفه كما ترى شكله جدا حلو لا يحتاج أن نضيف الكريمة ودسم وكالورهات زيادة على الوش لأنه هو كده يعني حلو من غير ولا شيء مثل ما شفتوا طريقته جدا حلوة وسهلة أكيد ممكن يستصعبوها بالأول بس والله بس تجربوها مرة واثنين إن شاء الله وتثبطوها شوفوا اللون الأسود بعيني أنا هالمرة اشتغلتوا بالسبونج كيكة مثل ما قلت لكم وصراحة كانت أول مرة أشغله بالسبونج كيك كان المفروض إنه أدهن الورق شوية بالزبدة أو شاي لأنه متل ما لحطوا لزق شوي من الكيك على الورق بس مو مشكلة المرة الجاي إن شاء الله بعملكم بياها بوصفة الكوايي سويس رول اليابانية الأصلية لأنه عندهم طريقة تانية للشغل يلا إن شاء الله تعجبكم النتيجة اللي وصلناه وتجربوها الله يسعدكم يا رب و تانكيو وهذا هو صح؟ لا هحد يسألني على الحشو لأنه ما هو محشي أنا بس لفيتوا على بعضنا حتى أفرجيكم يا اوكي يلا باي